السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله اليوم وصلنا للدوار المنطقية بعدما اخذنا التعليقات وكيف ندير التعليقات بالخلايا واخذنا الاستعمال التلقائي من يصير هذا المربع موجود ونسحب المربع لتحت والمعادلة تطبق على الكل الدوار المنطقية اللي هي مجموعة من الدوار موجودة في برنامج الأكسل تساعدنا انه نتخذ قرار منطقي يعني مثلا الدنيا باردة شغل التدفئة الدنيا حارة سكر التدفئة الدنيا باردة انا بدي جاكيت الدنيا حارة انا بدي قميص ما بدي جاكيت زيان انا متأخر امشي اسرع انا لست متأخر لا تمشي اسرع فبهى الطريقة هاي فاحنا كيف ناخذ القرار هذا كيف نختاره عدنا فت قيمة ونقارن فيها فنقول اصغر اكبر يساوي اصغر او يساوي اكبر او يساوي لا يساوي الى اخره من الامور فتعريف الدالة المنطقية هي اختيار لقيمة او خلية معينة وتكون نتيجتها صائبة او خاضية زيان؟ هسا الفرق الاول الدوالة المنطقية الدوالة المنطقية نتيجتها لا تكون رقم يعني الدالة المنطقية ما يكون ناتجها او خمسة واربعين او مية فاصلة خمسة او ثلاثمية واحد هذي شي الدوالة الرياضية الدوالة المنطقية فيها جوابين يأما true معناتها صائب يأما false اللي هو معناتها خاضة تمام؟ فهذا الفرق الاساسي بين الدوالة المنطقية والرياضية كيف ندير هاي الامور او كيف ندير الدالة المنطقية في برنامج الاكسل نستخدم F الشرطية اللي هي بالعربي نقول عليها إذا زيان؟ فمثلا إذا كانت درجة الطالب اكبر من خمسين اذا هو ناجح إذا كانت درجة الطالب اصغر من خمسين اذا الطالب راسب العمليات المنطقية او الدوالة المنطقية زيان؟ في برنامج الاكسلس تاخذ واحد من هذني الرموز فعلامة الاصغر من زيان؟ هاي يعني مثلا اقول إذا كانت درجة الطالب اصغر من خمسين اذا الطالب راسب اكبر من تكونوا بهالطريقة زيان؟ اذا كانت درجة الطالب اكبر من خمسين اذا هو ناجح يساوي اذا كانت متساوية تمام؟ يعني مثلا إذا كانت درجة الطالب خمسين او مثلا إذا كانت درجة الحرارة تساوي خمسين شغل المكيف وإلى آخره زيان اللاموساوى اللاموساوى في برنامج الاكسل هو عبارة عن علامة اصغر اكبر متضادة واحدة عكسل لخ تمام؟ هيك بهالطريقة هاي تمام زيان؟ اكبر او يساوي اكبر او يساوي اصغر او يساوي تمام؟ يعني إذا كانت الدرجة اكبر او تساوي خمسين زيان؟ اذا الطالب ناجح اذا ساوت الخمسين فهو نجح بس على الحافة تمام؟ وإذا كانت اكبر يعني واحد وخمسين ثمين وخمسين ثلاثة وخمسين أربعة وخمسين إلى المية فهو بكل حالات ناجح فنقراها بهالطريقة زيان صيغة كتابة هس التعريف اشرنا والعمليات الحسابية عفوا الرموز المنطقية الرموز هاية اللي احنا نستخدمها في الدوال المنطقية لازم نعرفها تمام؟ على المتعرفون تقرون الشرط كيفية هذا الكلام ما عليكم به كيفية التنفيذ كيفية تنفيذ او كيفية كتابة الدالة المنطقية تكتب بهالطريقة زيان طبعا هنا اكو علامة يساوي زيان اف الشرطية بعدين نفتح قوس بعدين عدنا الشرط هذا الشرط زيان هس هذا الشرط كيف نقرأه اذا كان محتوى اذا كان محتوى الخلية دي اربعة اكبر او يساوي خمسين تمام؟ اذا كان محتوى الخلية دي اربعة اكبر او يساوي خمسين زيان اذا تحقق الشرط رح تطلع الرسالة ناجح واذا لم يتحقق الشرط رح تطلع الرسالة راسب فهنايا عندي انا نعم اللي هي اول وحدة وعندي لا زيان ثاني وحدة لو نرجع البرنامج الأكسل انا اعملتكم هذا الجدول البسيط على مدى نبين نبين بالمعادلات او الدوال المنطقية تمام؟ فشنو سويت لكم سويت لكم هذا الجدول البسيط هس أنا عندي اربع طلاب صح احمد رقية رواد مصطفى وهذول درجاتهم زيان انا شنو اريد هسا اريد اعمل برنامج انو يدير لهنايا النتيجة يا اما ناجح يا اما راسب زيان هسا اول شي شنو اساوي اجعل خلية الاولى واخلي المشيرة لفوق اللي هي في الموقع تبع الدالة تمام؟ زيان رح اكتب عملية اليساوي بعدين كيف هنا اتعلمنا الاف الشرطية اللي هي الدالة المنطقية كيف نكتبها نكتب اف تمام؟ شوفوا رأسا نطلع لي تعليق للتأكد من تحقق الشرط وارجع قيمة معينة عنده ترو واخرى عنده الفوس اللي هي صحة الخطأ رح افتح القوس واسكرة بهذه الطريقة زيان هسا الطالب انت هنا يدحقوا شوفوا المثال رح يكون اوضح اكيد بالنسبة لكم دقيقة خير اكبر لكم هاي شوية آم كمان زيان هسا الطالب ايش وقت ينجح الطالب يكون ناجح عندما عندما الدرجة تكون تساوي او اكبر من خمسين تساوي او اكبر من زيان رح نجي للجدول عندي اكبر او تساوي شنو العلامة هاي اكبر او تساوي نرجع للأكسل زيان هسا درجة الامتحان وين صار درجة الامتحان هاي درجة الامتحان تمام اللي هي هاي اللي هي سي خمسة فشوفوا من ضغط عليها برنامج الأكسل يساعدني رأسا نخلى الدرجة في القوس زيان هسا رح بدي اكتب اذا كانت الدرجة الموجودة في سي خمسة اللي هو هاي شوفوا سي خمسة بس انا مكبرها شوية فصار سي ودي زيان اكبر او تساوي خمسين اذا كانت الدرجة اللي موجودة بهذا المكان اكبر او تساوي خمسين زيان انا شنو رح ادير رح اخلي فارزة زيان شوفوا التعليق هنا شنو طلع لي الترو الترو معناتها انه هو اكبر او يساوي خمسين وهنا شنو طلع فالس يعني خطأ زيان يعني مو اكبر هس هنا يقلنا اذا اول حالة اذا تحقق الشرط صح اول حالة اول حالة اول حالة هي هاي عندما يتحقق الشرط والوراها عندما يفشل الشرط او لا يتحقق فرح ارجع اذا هنا عندما الشرط يتحقق لازم شنو اكتب اذا هو الطالب جايب درجة اكبر او تساوي خمسين اذا الطالب اكيد ناجح فرح اكتب الرسالة ناجح العفو بالعربي ها زيان واذا الطالب جايب درجة اقل سأطبع نتيجة مالتي مع الاسف راسب بهذه طريقة مع الاسف تساوي تركيا مع الاسف راسب ونجعل علامة تستفهم بهذه الطريقة تمام اذا اكمل اذا تحقق الشرط سيأتي على كلمة ناجح لان هي النعم واذا لم تحقق الشرط سيأتي على الجملة اللي بعدها اذا خلصت الشرط ناجح ليش طلع ناجح لان الواحد وتسعين هي اكبر او تساوي الخمسين هل ان الواحد وخمسين تساوي الخمسين لا هل ان الواحد وتسعين هي اكبر من الخمسين نعم اذا واحد من ادهم تحقق الشرط الثانية من احنا تعلمنا الاستخدام السريع شنو قلنا قلنا من نخلي نظل الخلية اللي رح اخلي المشيرة واضغط واسحب واحد اتنين ثلاثة زين شوفوا سحبت المعادلة واستخدمتها مع باقي الدرجات زين فهنا للأسف رواد جايب 49 زين ليش هسا رواد رسب هل ان 49 تساوي خمسين لا هل ان 49 هي اكبر من خمسين لا اذا رح يجي هنا ويطبع مع الاسف راسب زين الحلو بالموضوع الاحسل الاحسل يشتغل يكون طوال يعني مثلا رقية رقية جد ماخذ 85 شوفوا رح نخلي لها 30 بس اضغط مفتاح الادخال رأس النتيجة تبعتها رح تتغير شوفوا مع الاسف راسب شفتوا رأس بس تغير النتيجة رأس الاحسل يعرف رأس يغير نرجع النجح رقية وخطأ رواد نعطي درجة تمام شو تقولون نعطي درجة على موض ينجح وهس الكل نجح رح ناخذ مثال جديد عملت لكم مثال اللقل 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 المثال هذا شو رح نشوف ادنى درجات حرارة تمام درجات حرارة درجة الحرارة درجة الحرارة من توصل الاربعين فما فوق احنا نشغل المكيف واذا هي اقل ندير اطفاء للمكيف رح اقشر هنا زين واجي اكتب الف الشرطية نفس المعادلة فرح تصير الف افتح القوس واسكر اجي هنا اذا كان محتوى الخلية اللي هو درجة الحرارة م م خمسة تمام م خمسة رح يصير م خمسة هو اكبر او يساوي الاربعين تمام يعني درجة الحرارة صعدت اذا انا هسا شنو لازم اسوي اشغل المكيف زين رح اجي هنا الرجاء تشغيل المكيف زين او نقدر نعطي امر شغل المكيف مباشرة اه اه شغل المكيف زين واذا كان غلط اذا كان درجة الحرارة كويسة زين اطف زين المكيف بهالطريقة رح اضغط هسا على مفتاح الادخال انتر زين شوفو هسا درجة الحرارة كم درجة الحرارة حاجة هنا هل ان ال45 تساوي 40 لا هل ان ال45 هي اكبر من 40 نعم اذا الشرط الاكبر تحقق عندي فبما انه نعم رح اجي هنا اخذ الرسالة الاولى اللي هي شغل المكيف واذا الشرط لم يتحققوا امشي على الوراها اللي هي اطفاء المكيف زين هسا اجي هنا اخذ المربأ هذا واسحب الخلية الثانية اطف المكيف زين اطف المكيف ليش لاندرجة الحرارة صارت هسا اقل من 40 صارت 38 فبهاي الحالة رح يصير عندي اطفاء للمكيف تمام الموضوع نسخ ولصق المعادلة نسخ ولصق المعادلة ماذا معنات انه كاتب معادلة في خلية معينة وحب انسخ ها وستخدم ها في خلية ثانية وخطوات العمل سهلة اختار الخلية احدد المعادلة اختار الامر نسخ في علامة التبوية بالصفحة الرئيسية تمام بعدين انتقل الى الخلية المراد اللصق فيها واضغط على المفتاح لصق وعندي قص المعادلة نفس الخطوات ولكن فيها الحالة اختار الامر قص ما اختار الامر نسخ وهم نفس الحالة امشي اخذ الخلية امشي علامة التبوية اكمل او اضغط على المفتاح دليت من لحوة المفاتيح لا مالها يمكن اجراء عملية النسخ لخلية مرة واحدة وعملية النسخ الخلية اكثر من مرة في ورقة العمل تمام امشي لخلية المفتاح دليت سيقوم بمسح الخلية كلها المهم احدد المعادلة اروح اخذ الامر قص بعد امشي للخلية المعادلة اخلي المشيرة احدد الخلية تمام واختار الامر لصق او الى اخر اخر اصبحت عندي شغلتين عندي نسخ ولصق النسخ يبقى النسخ الاصلية وينتج من عدها نسخ جديدة واللصق القص لا يمحي المعادلة الاصلية شوفوا هسا انا هنا هسا هاي المعادلة هسا اريد انسخ هاي المعادلة اللي موجود به الخلية واخلي ها هنا رح اجي هنا رح نطبق اول حالة اللي هي عملية النسخ هاي تمام شوفوا نسخ هاختار نسخ انزل هنا وامشي على اللصق تمام شوفوا شنو صار هسا اللي صار شنو اجيت انا مو اخذت نسخ للخلية تمام هاي الخلية تشتغل على درجة الحرارة اللي موجودة هنا زين اجيت انا خليت الخلية هنا ودرت لها اللصق زين هاي المعادلة او الموجودة هنا اللي أنا اللي سقطتها تشتغل على يا درجة تشتغل على 45 اللي تشتغل على هاي اكيد تشتغل على هاي ليش لان كل معادلة تشتغل على الخلية اللي تقابلها فبه الطريقة هاي شوفوا هسا النسخ شون صار عندي بالنسخ النسخ انه انا نسخت المعادلة الاصلية وخليت هنا تمام بنفس الوقت المعادلة الاصلية بقت ولا لا هي بقت موجودة زين هسا لو نجي ندير عملية قص ندير عملية قص نفس مكتوب بالكتاب رح اجي اختار المعادلة واختار قص اللي هو هذا شوفوا زين ورح امشي هنا وادير لصق شفتوا شون صار المعادلة المعادلة مشت المعادلة مشت من المكان الاصلي طبعا لحد لم تطبقت لماذا؟ لأنها مربوطة هنا تمام بعدها مربوطة بهذه الدرجة بس أنا بس للتوضيح لا أكثر ولا أقل دائب يعني الشسمة لازم ندير هاك دقيقة ندير قص تمام وبعد ندير اللي هو دقيقة هاي قص بعد نجي هنا لا نجي هنا زيان شوفوها سهنا صارت أربعين تشغيل المكيف زيان هسا شنو صار لو تلاحظون المعادلة بالخلية القبلها تنحت كليا بعد ما بقت لا معادلة ولا كل شي ليش لأن ترد قص خلص قصها بس النسخ النسخ اللي درنا بالبداية لا زيان المعادلة نفسها المعادلة نفسها بقت موجودة بقت موجودة وبنفس الوقت شنو صار زيان أخذناها عملنا منها نسخة وخليناها لتحت ودرنا لها لصق فالمعادلة الأصلية بقت والجديدة تولدت من قدها زيان بهاي الحالة شنو نقدر نسوي هاي الملاحظة مهمة اللي هي هاي مكتوبة هناية الملاحظة هاي الملاحظة هاي شنو تقول انو اذا انت نسخت المعادلة مرة او قصيت المعادلة مرة يمكن لصق المعادلة اكثر من مرة يعني مثلا هسا اني مو نسخت المعادلة من هذا المكان تمام ولصقتها هنا اقدر اجي هنا والصق هاي الصق الصق بهذه الطريقة شوفوا هسا كم مرة لصقت المعادلة خمس مرات ستة سبعة ثمانية ما عندي اي مشكلة بس بقشنو ادخل الدرجات شغل المكيف تسعين شفتو بس بقى ادخل الدرجات وتصير العملية نفسها فانا اللصق النسخ والقص انا ما عندي مشكلة بيه ادير مرة واحدة تمام وش قد ما اريد الصق الصق بأي مكان يعني اريد الصق المعادلة هنا ها لا عفو زيان لازم انسخ مرة ثانية زيان ها اريد الصق هنا ها الصق هنا ها وين ما اريد وهذا واحدة من الامور اللي هي برنامج الى اكسل يساعدنا بها فنحن نقدر ننسخ ونقص مرة ونلصق اكثر من مرة تمام نلصق اكثر من مرة زيان حبايبي تأشير عدكم واجب حل الاسئلة تمام حبايبي تحلوها في الكتاب تحلوها في الكتاب الاسئلة وش اسمه تصوروا لي اياها وترسلوا لي اياها على الخاص زيان حبايبي الله يحفظكم وديروا بالكم على نفسكم والله يتقبل منحتكم الصيام والقيام يا رب صحيت وحبايبي الله يحفظكم مع السلامة